تتواصل أعمال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني والخاصة بمناقشة مشروع القانون المحار إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه من رئيس الجمهورية وخلال الجلسة أكد المنصق العام للحوار الوطني الدكتور ديارة شوان أن مجلس أمناء الحوار لن يكتفي بجلسات موضوعات الحوار الوطني المعلنة بل سيتم طرح أي موضوع مهم يطرق للنقاش خلال الجلسات الحوار الوطنية